السلام عليكم الغريب العجيب منهج الثالث انتوسط اللغة الإنجليزية أول شيء هو أصلا المنهج كان محشى قطع على ستوري تايم رواعدة ممكن لشي واضحة السنة المنهج راح وماكو كتاب لحد يوم 18 بجي الشهر في اليونت الأولى لما نزل الكتاب تقريبا بيوم 10 داعش يعني تقريبا فاد 20 يوم راحة من الطالب هاي أولا والنوب ما مقللين مزيدين بالمنهج يعرفون مدرسين الثالث انه باليونت الأولى أكو ستوري تايم اللي هي قصة قطعة زبون المحظوظ كريم اسمه باليونت الثاني جايبين لنا قطعة جديدة البطلمالها كرم يعني هسا شنو ماكو اسمه إلا كريم وكرم هو طالب ندايا وبكالوريا فلازم أحسب حسابه زائد القصة لازم تكون بيها فد عبرة تفيد الطالب زين انت جايب لي قصة ولد أمه دازت على المخبز يجيب خبز وبعدين شاف طفلة أهلها عاي فيها عبرت الشارع بوحدها وجدت السيارة كبيرة مسرعة وحق الطفلة شيت وراها حتى انقذ الطفلة هو وقع بالشارع ودازت على رجلة السيارة كبيرة وبعدين قصوا رجلة وهو كان ملعب بالرياضة وبعدين عاف الرياضة وإلى أم بعدين لقو لك كرسي متحرك وبداي لعب باسكتبول كرة تسلب فريق بالمنطقة زين شنو نمغز من هاي القصة وطالب فيتش عمر يعني أنا أمطيق قصة بها عبرة بها فايدة يعني هاي شنو القصة بس أريد أفهم اللي خلى هاي القصة شنو هاي علمي درس أخلاقي درس اجتماعي والله ما عرف وبعد اللي جاي اللي قدام ما نعرف شنو بعد بلينوتات الجاية أتمنى انه اللي خلون المناهج يلاحظون هاي الشغلات تحياتي